تخيل كده ان واحد صاحبك امريكاني بيسألك وبيقولك يعني انت عايش على انهي دور او في اي دور وانت يعيني لسه ما تفرجتش على حلقة بتاعت النهاردة اللي هي او الاركام الترتيبية في الانجليش مش هتعرف ترد عليه استنى بقى واستفيد اتفرج على اجمد حلقة عن الاركام في اللغة الانجليزية يلا بيه طبعا السؤال تاني لو رديت على صاحبك الامريكاني وقلت له عشان انت متعرفش ان في حاجة اسمها في الانجليش اللي هو الرابع ساعتها هيفتكر يعني ان انت غني قوي وعايش فاربعة طابق وبدل ما يديك هو دولار هيستلف منك عشرين دولار يبقى مفيش حاجة اسمها i live on the four floor في حاجة اسمها الاجابة الصحيحة i live on the fourth floor وهنفهم ليه مع بعض وازاي نركب او نعمل الاركام الاوردنال او الاركام الترتبية دي في اللغة الانجليزية يلا بيه نبتدي قبل ما نعرف ازاي بنكون او بنعمل الاوردنال نمبرز يعني نستخدمها في ايه جاي من الاسم عشان نرتب يعني مسلا الدور الاول the first floor الدور التاني the second floor الدور التالت the third floor الدور الرابع the fourth floor وهكذا انا مسلا متجوز انا عند اربع عربيات اقدم عربية جبتها هتبقى my first car اللي بعدها my second car my third car my fourth car برتب بمنتغل بساطة طيب احنا ازاي كيف نكون الاوردنال نمبرز الاوردنال نمبرز بتتكون بمنتغل بساطة انك اول ثلاثة اللي هو من واحد الكنين ثلاثة دول شواز يعني one بتبقى first two بتبقى second three بتبقى third اوكي وممكن تكتبهم كمان زي ما هم مكتوبين كده يعني مش لازم تكتب كامل ممكن تحط one والست two nd وهكذا بداية بقى من اربعة بتجيب الرقم العادي الصحيح وتحط عليه th يعني four fourth five fifth اوكي عندك كمان six بتنطقها sixth اوكي seven seventh وهكذا مثلا 13 13 13 بتجيب الرقم وتحط عليه th th بمنتهى البساطة ده اللي هو عاوز ترتب فوق الايه فوق العشرة العشرة برضو ten tenth تحط th اوكي ته هناخد امثلة اكتر تمام مثال تاني مثلا انا مثلا متجاوز اربعة ما شاء الله اوكي انا رجل مقتدر يا سيدي انت مالك المهم فتجوزت اربع ستات مراتي الثالثة الله ارحمها وزعلت جدا ومتأثر بس مش ده موضوعنا دلوقتي انا عاوز اقول مراتي الثالثة في الاقدمية ماتت فاقول my third wife يعني ثلاثة واحدة انا متجوزها my third wife died اوكي يبقى هنا برتبهم مثلا بسألك بقول لك مثال تاني مثلا شايفين بقول لك ايه الاجابة الصحيحة which answer is right فانت مش عاوز تقولي الاجابة الاولى هي الصحيحة فهتقولي the first answer is right عاوز تقولي الاجابة التانية هي الصحيحة the second answer is right عاوز تقولي الاجابة التالتة هي الصحيحة the third answer is right واحد كزا فالموضوع مهم جدا خليني بقى كمان اقول لك حاجة كمان قبل ما ننهي الفيديو ان واحد يقولي طيب ده جميل جدا طب الاركام فوق العشرين ليها ترتيب برضو يعني انت قلتلنا 13th 14th 10th 9th 7th فوق العشرين اه فوق العشرين بترتب الرقم الصغير يعني مثلا لو انا مثلا عايش في الدور الواحد وعشرين عايش في برج كبير يبقى the twenty first floor عايش في الدور الثلاثة وثلاثين the thirty third floor I live on the thirty third برتب التاني رقم التاني انا عايش في الدور السبعة واربعين I live on the forty seventh floor the forty seventh برتب الرقم التاني بس كده عشان لو جاد في الدماغ عد بس في الغالبا مش هترتب حاجة فوق العشرين يعني لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل share و like و خلينا ننتشر العدد اكبر و نعمل خير اكتر سلام اشتركوا في القناة